بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين أعزي المشاهدين ينبغي أن نقبل على القرآن الكريم وأن نختص القرآن الكريم بأعز أوقاتنا وأن نقبل عليه بكل جوارحنا فالقرآن الكريم هو قائدنا بإذن الله تعالى في الدنيا ونسأل الله تعالى أن يكون شفيعنا يوم القيامة مع مدرسة هذه الأحكام التجويدية في الآيتين الكريمتين مع فضلة الشيخ خالد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أولا مع حروف الذكر الحكيم أخذنا من هذه الحروف تذكرة نطقا وكتابة ما يلي انتبه معي الألف اليابسة ألف هكذا مرة ثانية انتبه معي الألف اليابسة هكذا با با تا ثا جيم والحا بيدون نقطة خا دال ذال را را وانتبه را زاي سين شين بالنقاط الثلاث فوق ثم أخذنا صاد ضاد النقطة فوق الضاد ثم أخذنا الطا و الضا اليوم مع الحرف الثامن عشر ويليه التاسع عشر وانتبه لنطقه جيدا أيضا وكتابته ككتابة ما سبق لماذا لماذا النطق ألم ننتبه لنطق فيما سبق ننتبه ولكن هذا نطقه يحتاج إلى بيان فأقول عين وقبل أن أكتب أسمعك الصوت مرة ثانية عين لأن كثير ينطقون عين عي أصبحت الياء مدية لكن ياء عين لينة الياء على أقسام ياء عين ساكنة لينة وليست مدية لأنني سأنطقها في أوائل السور عين ولن أنطق عي سأنطق عا عين من كاف هايا عين من حاميم عين سين إذا انتبه لكيفية مدق بالذات في حرف العين عين نعم الكتابة الآن وتأمل كيف تكتب جيدا وتعلم بداية كل حرف ونهايته أول شيء هكذا ما هذا المنظر لحاجب صغير ثم هكذا كأنك تكمل العدد ثنتين ثم هكذا ثم هكذا عين انتبه للمنظر جيدا عين هكذا الحرف التاسع عشر اسمه غين وانتبه عين آخر هانون لابد أن تظهر ولابد أن تكون واضحة جلية سيترتب عليها أحكام عين سين ونساكنة سيأتي بعدها سين في فاتحة الشورى كاف هايا عين صاد ونساكنة سيترتب عليها حكم في صاد مريم فانتبه لهذا النطق جيدا ولهذا الحرف في كيفية النطق إذن هذا عين الحرف الثاني الذي بعده التاسع عشر غين بمثله تماما هكذا أولا هكذا أصنع ثم هكذا ثم هكذا إذن النقطة فيصبح الحرف غين غا لا تقول غا غا غين إذن خا تفخم را تفخم صا الصاد تفخم ضاد تفخم طا تفخم ضا تفخم غين تفخم ما عدا سابق مما أخذنا مراققات فانتبه لكيفية النطق جيدا ترى من هذه الحروف معنا اليوم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَ العَيْنِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْ الْعِيْ عَيْنِ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ليس معنا غين إذن معنا العين فلننتبه لذلك نأتي إلى ما معنا من آي الذكر الحكيم أول شيء يجب أن ننتبه له هو تقسيم الجمل والآيات متوسطة وقصيرة ليست بالقصيرة جدا كآيات التكوير أو الإخلاص أو ما سبق ولكنها معتدلة بمعنى الجملة الأولى وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ذاكَ مَحْكِيُّ قَوْلِهِمْ هُمْ ما قاله هؤلاء النفر أو هؤلاء من أهل مكة إلى آخره وتلك فاصلة أي آية ثم أبتدئ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ بإمكانك لو أن النفس ضاق بك وعليك طويلة تقول هكذا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ هو وقف حسن للعطف لأنه بقية مقول القول وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إن استطعت أن تأتي بها ذاك أفضل إن لم تستطع فقف هنا وإنما إذن عندك هذا وعندك هذا بناء على القاعدة وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب انتهينا من الجمل الأمر الثاني بما أني مبتدئ أود أن أعرف أين أماكن الغن التي سأقرأ بغنة فيها في الجملة الأولى معنا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إذن الجملة الأولى بها الغنة الأولى إِنْ كُوْ عند وصل إِنْ بِالْكَافِ إِنْ كُوْ إِنْ كُنْتُمْ إذن لو وقفت الضراراً إِنْ إِنْ وَصَلْتْ إِنْ كُوْ إِنْ وَصَلْتْ تَأْتِي الْغُنَّةِ كلمة كُنتُمْ الغنة في وسط الكلمة إذن الغنة الأولى عند وصل إِنْ بِكُنتُمْ الغنة الثانية في وسط كلمة كُنتُمْ إذن الجملة الأولى بها معي هه؟ غنتان الأولى عند وصل إِنْ بِالكَافِ والثانية في وسط الكلمة جيد الجملة الأخيرة بعد وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ مرة ثانية قُلْ إِنَّمَا واحد أَلْعِلْمُ عِنْ إِثْنَانَ دَالَّهِ وَإِنْ ثَلَاثَةَ نَذِيرٌ أَرْبَعُونَا أين أماكن هذه الغنة؟ بالتفصيل قُلْ إِنَّمَا فِي نُونِ إِنَّمَا الْأُولَى إِنَّمَا العِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ نُون كلمة عند وإِنَّمَا الثانية مثل الأولى تماماً وهي الثالثة في هذه الجملة نَذِيرٌ مُّبِينٌ إذن الثلاث الأول في كلمة واحدة الغن الأخيرة عند وصل نذير بكلمة مُّبِين نَذِيرٌ مُّبِين فَلَوْ وَقَفْتَ اضْطِرَارًا نَذِيرٌ لا تقول نَذِيرٌ ولكن قل نَذِيرٌ أما إن وصلت فستقول نَذِيرٌ مُّبِين إذن محل الغنة عند الوصل يأتي شيء آخر للمبتدئين يجب أن يعلمونه جيداً وهو يلتبس عليهم في النون والميم هل كل نون بها غنة؟ وهل كل ميم بها غنة؟ والكلام للمبتدئين أنا أعلم أن المتخصص وأعلم أن الدارس يعلم أن النون والميم بهما غنة وهي صفة لازمة تكون في المحرك والساكن والمشد الدردات لكن كلامي الآن للمبتدئ الذي يبغي أن يستوثق ويلتبس عليه الأمر هل كل تنوين به غنة؟ هل كل نون ساكنة أو ميم؟ يكون بها غنة؟ وخاصة معي في كلمات اليوم كلمات بها نون ليس فيها غنة على سبيل المثال يقولون ليس فيها غنة ميمة ليس فيها غنة يقول متى هذا الوعد؟ إن كنتم الميم في كلمة كنتم الأخيرة نون كلمة صادقين ليس بها غنة إذن ليس كل نون تغن وليس كل ميم تغن إنما هذه الغنة ما الشروطة بأشياء يجب أن تعلم؟ على سبيل المثال في آيات اليوم أين أماكن الغن التي معنا؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم؟ نون إن ليست كنون يقولون ولكنها كنون كن إذن النون ساكنة إذن النون إن تحركت لا غنة فيها واضحة أما إن سكنت أستنتج من النون متى تغن إن كانت ساكنة هذه إشارة أو علامة أو مفتاح أعطيه للمبتدئ متى يكون في هذه النون غنة إن أصبحت ساكنة ولكن ليست على الدوام فقد تكون ساكنة وبعدها همز أو عين أو غين أو أي حرف من حروف الإظهار فإياك أن تغنها ولكن ما الذي وقع بعد هذه النون كاف؟ ما الذي وقع بعدنون كن تاء إذن يجب علي أن أعي الحرف الذي بعدها جيدا إن لم يكن من جملة إن غاب عني حبيبي همني خبره مرة ثانية إن لم يكن من جملة إن الهمز غاب الغين عني العين حبيبي الحاء همني الهاء خبره الخاء هذه الحروف الستة إن لم تكن واقعة بعد النون الساكنة فإن في النون غنة بنسبة تسعين في المئة لماذا؟ الإدغام به قسم به غنة والإقلاب به غنة والإخفاء به غنة إن علمت هذه الحروف الستة بإمكانك أن تسير مع الغنة واضحة أمامك بمحلها إذن أول ضابط اللي للنون متى تغن إن لم يقع بعدها أحد هذه الحروف الستة تذكرتها أم نسيت؟ أعيدها مرة ثانية لو أنك تحب القرآن لن يغيب عنك إن غاب عني حبيبي أي القرآن همني خبره لماذا لم أقرأ؟ لماذا لم أذكره؟ فتنبه جيداً إن الهمز غين غاب عني العين حبيبي الحاء همني الهاء خبره الخاء جميل إذن هذه الحروف إن وقع بعد النون يجب عليك أن تظهرها واضحة جلية بخلاف ذلك إن تحركت بأي حركة معنى تحركت مفتوحة ويقولوا نا صادقين نا نذير إذن هذه قاعدة انتبه لها كذلك التنوين هل كل تنوين به غنة ما قلناه في النون الساكنة هو هو بعينه في نون التنوين ليس كل تنوين به غنة ولكن إن وقع بعد التنوين أحد الحروف الستة هل تذكرها؟ أيوة نعم إن غاب عني حبيبي همني خبره إن وقع أحد هذه الحروف بعد التنوين لا غنة فيها واضحة ولكن إن وقع أي حرف بخلاف هذه الحروف الست فإن فيها غنة غالباً لماذا أقول غالباً؟ حتى تخرج اللام والراء لمن يدر الحكم ساعتها سيكون أمر ميسور ولكن خذ هذا المفتاح أولاً خذ هذا المفتاح أولاً وتمسك به جيداً حتى تستطيع أن تفرق أين تغن وأين لا تغن والحمد لله رب العالمين موسيقى موسيقى موسيقى